الردي تسعين تسعين هواها مصر كان يا مكا 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 عشر فبراير اللي بنودعه النهاردة خلاص هو الذكرى الخامسة لوفاة رائد التنمية البشرية في مصر دكتور إبراهيم الفئي الذي توفيه في العشر من فبراير سنة 2012 ميلادية في حادث احتراق منزله النهاردة في ذكرى دكتور إبراهيم الفئي تعالوا نحكي في كان يا مكان عن هذا العالم وهذا المثال الذي يحتدى به في العالم كله إبراهيم محمد السيد الفقي ولد في 5 أغسطس سنة 1950 في قرية أبو النمرس حي المنيب في الجيزة حصل على بطولة مصر في تنس الطاولة لسنوات عديدة ومثل مصر مع المنتخب الوطني في بطولة العالم لتنس الطاولة في ألمانيا الغربية سنة 1969 دكتور إبراهيم الفئي كان بيحكي أنه هو صغير كان شايف نفسه لما يجبر هيبقى غني جدا مشهور جدا وهيكون مدير لأحد الفنادق الكبرى وكانوا صحابه بالتريقة عليه دايما يقولوله ما تعيشش قوي كده وما تتسحرش وما تسرحش وأحلم على قدك لكن دكتور إبراهيم الفئي أول ما تخرج اشتغل فعلا في مجال الفنادق وتدرك في الوظائف لحد ما وصل مدير قسم في قطاع الفنادق بفندق فلسطين في اسكندرية وكان عنده وقتها لسه 25 سنة طيب ونجح جدا لكن حس إن ده مش كفاية وقالها انتقل لمكان جديد وابدأ من جديد وحقق حلمي سافر مع امراته الكندا وقرر إنه يدرس هناك علم الإدارة وكان هو وامراته في الوقت ده لا يملكه أي شيء فاضطر يشتغل في فندق في منصب أقل بكتير من اللي كان شغال بيه في مصر ومرتب أقل طبعا وظيفة تنظيف أطباق زي ما بيقولوا عليها غسل الأطباق والصحون اشتغل كمان في وظيفة حارس مطعم واشتغل كمان شيال كراسي والترابيزات سنة 1980 فقد الوظيفة دي وفي نفس الفترة دي رزق بتوأم ما كانش يملك إنه يقدم لهم أي شيء غير يدوب الأكل لدرجة أنه طلب معونة من كندا علشان يقدر يصرف على عائلته بعد بحث وتدوير كتير قدر يلاقي وظيفة في مطعم وأثبت فيها جدارته بقى مدير المطعم كان بيشتغل في المطعم من تسع الصبح لثلاثة العصر وبعدها بيروح يدرس في جامعة كونكورديا ويرجع تاني بالليل لشغله في المطعم فاضل دكتور إبراهيم الفئي رحمة الله علي تقدم في وظيفة الويتر خطوة خطوة وما قالش أصلا بيشتغل كذا أصلا كذا لا الراجل بعد ما كان وصل لمنصب عالي في مصر في مجال الفندقة سافر وقرر يبدأ من جديد برا كان بيقدم في أي فرصة عمل متاحة قدامه لحد ما وصل لإدارة أحد الفنادق في كندا وكلام ده كان سنة 1986 وكان تحت إيله فريق عمل قدر يدربه باستخدام مهارات الإدارة اللي كان بيدرسها هو شخصيا وبقى أول مدرب عربي ومصري في الفندق ده ودرب في الفندق ده أكتر من 1300 موظف قدر كمان مع فريقه أنه يرتقي بالفندق عدة درجات يعني مثلا بعد ما الفندق كان نجمتين وصل لثلاثة ثم أربعة ثم خمس نجوم ده تقييم الفنادق وخلال فترة إدارته للفندق كمان ما بطلش دراسة وكان بينتسب لكل الدورات التعليمية المتاحة لحد ما حصل على جائزة دولية من أمريكا كأفضل طالب منتسب وفجأة بعد كل النجاح اللي حققه برضو دكتور إبراهيم الفئي في شغله في الفنادق أصحاب الفنادق قرروا أنه هما يصفوا الفندق وهيبيعوه والفندق هيتقفل خلاص سحبوا من دكتور إبراهيم كل الامتيازات اللي حصل عليها خلال شغله وكان فيه عربية وكان فيه راتب كبير ورجع اليوم ده في البيت بيته بتاكسي لأن الموضوع كله حصل فجأة دكتور إبراهيم الفئي مر بفترة عصيبة جدا وصعبة جدا قال عنها أنها كشفت له كتير من المقربين اللي تخلوا عنه أول ما تعرض لأزمة حقيقية كبيرة في حياته لكن الأزمة دي كانت هي السبب اللي خلانا نعرف دكتور إبراهيم الفئي بالشكل اللي احنا بنحبه عليه لحد دلوقتي رحمة الله عليه قرر في عز أزمته أنه يغير مجاله ويتجه للكتابة مجال مختلف عن كل اللي اشتغل فيه واللي كان بيحلم به جرب يضوء الباب جديد بعد كل الأبواب التانية ما تقفلت في قشه كتب دكتور إبراهيم الفئي أول كتبه ولخص فيه تجربته الشخصية وكل اللي مر بيه من أزمات وقدرته على تخطيها النشيرين ما رضيوش ينشروا له الكتاب تمين يعني دكتور إبراهيم قال في الوقت ده أدركت أن أنا لازم أبدأ أشتغل وطلع فلوس يعني عشان يصرف ويطلع هذا العمل للنور وقلت وقال وقتها أنا هشتغل لنفسي ومش هشتغل لحساب أي بني آدم تاني فقرر أنه ياخد آخر فلوس باقي معاه ويطبع وينشر بيهم الكتاب على حسابه الخاص طبعا مغامرة غير محسوبة وفي الظروف عصيبة كان بيمر بيها في الوقت ده الكتاب نجح وباع أكتر من خمس تلاف نسخة في ثلاث شهور كسب منه مئة ألف دولار وكتب كتابه الثاني وباقة الشركات بتتهافت عليه علشان ترد عليه وظائف مرموقة جدا لأنه هذا الرجل أصبح خبيرا في علم الإدارة كان بيرفض أي عروض توظيف وخلال الفترة دي قدر يحصل على دكتوراه في الميتافيزيقة أو علم ما وراء الطبيعة وقدر كمان يحصل على 23 دبلومة مختلفة وبدأ يتعلم فن الإلقاء وكانت البداية من خلال محاضرة ألقاها في شركة بترول سنة 1500 موظف وبعدها بدأ الدعوات كتير تجيله للسفر لدول مختلفة وبدأ يظهر في العديد من اللقاءات التلفزيونية في الدول دي اشتهر بره مصر كمحاضر مخضرم بيحضر له ناس كتير من كل جنسيات العالم دكتور إبراهيم الفئي قرر بقى أنه لازم ينقل تجربته للوطن العربي وتحديدا مصر رغم أنه كان ألان جدا من الخطوة وحاسس أن محاضراته في مصر مش هتنجح لكن على عكس المتوقع أول محاضرة لدكتور إبراهيم الفئي في مصر حضرها ألف برهب عمائية لو جينا نقول وصل عدد حضور محاضرات دكتور إبراهيم الفئي وصل لقد إيه وصل لعدد حضور الاستاد أنت بتتكلم في مئات الألاف كانوا بيحضروا لهذا الرجل العالم رحمة الله عليه التدريبية اللي كان بيقدمها دكتور إبراهيم الفئي وطبعا البرامج التلفزيونية واللقاءات دكتور إبراهيم الفئي كتب عدد كبير جدا من الكتب اللي بعضها باع أكتر من مليون نسخة وكان بينشر الكتب أكتر من لغة كانت اللغة الغالبة العربي طبعا والإنجليزي والفرانساوي من أعماله ومؤلفاته قوة التفكير، البرمجة اللغوية العصبية وفن الاتصال اللام حدود المفاتيح العشرة للنجاح قوة التحكم في الذات، قوة الحب والتسامح حياة بلا توتر، إدارة الوقت سيطر على حياتك، أيقظ قدراتك واصنع مستقبلك سحر القيادة، الطاقة البشرية والطريق إلى القمة، استراتيجيات التفكير، التفكير السلبي والتفكير الإيجابي، الأسرار السبعة للقوة الذاتية، كيف تتحكم في شعورك وأحاسيسك، أسرار التسويق الاستراتيجي، الطريق إلى النجاح، الطريق إلى الامتياز، قوة التثاقة بالنفس، العمل الجماعي، غير حياتك في 30 يوم، فن خدمة العملاء، فن وأسرار اتخاذ القرار، قوة التحفيز، قوة العقل الباطن. إن شايفين أسامي الكتب نفسها فيها طاقة، فيها تشجيع، فيها حالة كده من الإيجابية. سيظل هذا الرجل هو الرمز، اللي كل مدرب التنمية البشرية وكل العاملين في مجال الإدارة بيعتبروه هو فعلا الرمز اللي كله بيحاول يوصل لجزء من المكانة العالمية اللي وصل لها دكتور إبراهيم الفئي. دكتور إبراهيم الفئي طبعاً كان بيظهر في برامج تلفزيونية كتير جداً، وكان ليه شرائط كاست بيسجل عليها محاضرات وسيديهات، وكمان دكتور إبراهيم الفئي أسس المركز الكندي للتنمية البشرية والمركز الكندي لقوة الطاقة البشرية والمركز الكندي للبرمج اللغوية العصبية والمركز الكندي للتنوين بالإيحاء، وقدر خلال حياته أنه يدرب أكتر من ستمائة ألف شخص حول العالم. تعالوا نختم ببعض من أقوال دكتور إبراهيم الفئي، بس قبل ما نختم أنا شرفت أن أنا قابلت الراجل ده، واستضفته كمان في لقاء تلفزيوني، بعيداً عن كمية الطاقة الإجابية في اللقاء، ودكتور إبراهيم الفئي رح نطلع عليه كان تحس أنه حركته كتير، والنرف عنده عالي، وما يفعش تبقى هادي، وانت بتصطيفه لازم تبقى بتجريف سرعته، هو إنسان طيب، حنون جداً، متهاضع بشكل مش طبيعي، وكان زي ما بيقوله كده أول ما دخل الستوديو نشر الطاقة الإيجابية، وكل الناس كانت مبسوطة ومبتسمة، وهي بس بتبص على دكتور إبراهيم رحمة الله عليه. من أقواله، ابتعد عن الأشخاص الذين يحاولون التقليل من طموحاتك، بينما العظماء هم الذين يشعرونك بأنك باستطاعتك أن تصبح واحداً منهم. إن الذات السلبية في الإنسان هي التي تغضب وتأخذ بالفأر وتعاقب، بينما الطبيعة الحقيقية للإنسان النقاء، وسماحة النفس، والصفاء، والتسامح مع الآخرين. عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عش بالإيمان، عش بالأمل، عش بالحب، وبالكفاح، وقدر قيمة الحياة. سامح أعدائك، ولكن إياك أن تنسى أسماءهم. عندما لا تعرف ماذا تفعل، يبدأ عملك الحقيقي، وعندما لا تعرف أي طريق تسلك، تبدأ رحلتك الحقيقية. رحلة النجاح لا تتطلب البحث عن أرض جديدة، ولكنها تتطلب الاهتمام بالنجاح والرغبة في تحقيقه، والنظر إلى الأشياء بعيون جديدة. عندما ترتفع، سيعرف أصدقاؤك من أنت، ولكن عندما تسقط، ستعرف أنت من أصدقاؤك. لو لا تحدياتي لما تعلمت، لو لا تعستي لما شعرت بالسعادة، لو لا آلامي لما ارتحت، لو لا مرضي لما شفيت، لو لا فقري لما اغتنيت، لو لا فشلي لما نجحت. احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك حتى إذا لم تكن تريد أن تبتسم، فتظاهر حتى بالابتسامة، حيث أن العقل الباطن لا يفرق بين الشيء الحقيقي والشيء غير الحقيقي، ومن ذلك يجب عليك أن تقرر أن تبتسم. صديقي، ابتسم الآن. أحياناً يغلق الله سبحانه وتعالى أمامنا باباً، لكنه يفتح لنا باباً آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزه ووقته وطاقته في النظر إلى الأبواب المغلقة. انظر إلى أبواب الأمل التي تفتح أمامك على مصرعها، واترك الأبواب المغلقة. عشر فبراير كان يوم وفاة دكتور إبراهيم الفئي في عام 2012. الحادث، كل الناس عرفاه، حصل الاحتراق في الشقة والمركز اللي كانوا فوق بعض في بيت دكتور إبراهيم الفئي، ولكن سبب وفاته عشان بس يعني الناس اللي كانت بتحاول تطلع أي كلام هو الاختناق وليس الحريق، هو توفي وهو أخته في هذه الحادثة الأنيمة. لكن دكتور إبراهيم الفئي كانت وفاته الاختناق، ووثمانه كان سليم رحمة الله عليه، على قد ما تعلمنا منه، على قد ما تكونش تعرف دكتور إبراهيم، الكلام اللي انت سمعته عنه ده حافظ لي كليا نحن نكمل، ان احنا ما نبصش للناس المحبطة، ناس المحبطة اللي حوالينا ورى ظهرك، ولا تديهم أي اهتمام، الناس المحبطة دي ناس عايزاك تكون زيها، لكن انت أكبر وأعلى وأقوى وأفضل وأنجح، خليهم دايما سلمت دوس عليها علشان تكمل حياتك لقدام. يستحق مننا كلنا ان احنا النهاردة ندعيله، من ربنا يرحمه وسكنه فسيحة جنته، ويعلي درجته في الجنة إن شاء الله، بقدر كل من تعلم منه حرف، اللهم أعليه درجات في الجنة، شكرا لحسن المتابعة، هنتقابل إن شاء الله بكرة، ولكن حلقة مش من الستوديو، هتكون زي ما اتفقنا من أسيوت، كلام معلمين على الهواء مباشرة إن شاء الله من أسيوت، وكمان عايز أقول لكم خلال لو انتو صحيين معنا للصبح، هيكون في فيديو ستريمينج على صفحة الراديو تسعين سعين على الفيسبوك، هنكون وإحنا بننطلق في الرحلة، خليكوا بقى مصحصحين كده على صفحة الراديو تسعين تسعين، يعني بعد الفجر ممكن على الساعة الستة ستة وشوية، ما بين خمسة الستة ونص كده، هتشوفوا حاجات هنعرفكم إيه اللي بيحصل، هنحط صور وهنتابع على صفحة الراديو تسعين تسعين على الفيسبوك، وعلى صفحتي أحمد يولس، كمان بكرة طول اليوم هيكون برضو في فيديو ستريمينج، على الفيسبوك، هتشوفوا على صفحة الراديو تسعين تسعين، التعبئة والمعلمين بيعملوا إيه، وهيكون إن شاء الله زي ما اتفقنا حلقة على الهواء بكرة إن شاء الله بعد التعبئة وبعد الشغل، الناس اللي ملهاش حظه ما تكسبتش معانا في الرحلة دي، رحلة الخير، رحلة كلام معلمين ومصر الخير، لسه عندنا حاجات كتير وعندنا حاجات حلوة كتير هنعملها إن شاء الله طول ما إحنا مع بعض، بتنسوش تدعو الدكتور إبراهيم الفئي في ذكرى رحيلة، أن يتغمضه الله برحمته، وأن يسكنه فسيحة جناته، شكراً، نسمكوا على ألف خير، ونتقابد إن شاء الله دايماً بكل خير، خير الكلام، السلام، السلام عليكم.